خلينا بقى نتكلم عن النهاردة ليلة الحلم الأبيض نحن متخيلين جمازنا ويعمل ايه وخطوطه تبقى مشات زيك نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الأهلي أنا محتاج هدف وما ينفعش أستقبل هدف قوة نهدت بركان الكرة السابتة والهجمات المرتدة بيمتلكوا أكثر من عنصر مميز جدا وهو على رأسهم يوسف الفحلي اللي احنا شفناه كان لعب بشكل مميز جدا في مرات الزهب وكان عامل قلق من جبهة فتوح في مرات الزهب جماز ما هو إلا أن أنا لازم أهاجم بحذر كبير وحاول أول عشر داق ربع ساعة أن أنا أسجل هدف جماز من المكاسب للزمالك عودة مصطفى شلبي موجود معنا عودة يوسف أبانا آبما كان موجود في قايمة الزمالك من مبارات الزهب ولكن ما شاركش عشان ما كانش لسه جاهس بقى موجود دي عناصر قادرة على صناعة الفرق خاصة إحنا كنا بنتكلم أن الزمالك كان موجود سامسون أساسي في المبارات وهو مش في أفضل أداء ليه فلما يبقى عندي مصطفى شلبي وأوباما كاختيارات متاحة هتحل لي أزمات كتير جدا في المبارات أنا متفائل جدا في المبارات النهاردة بالزمالك الزمالك ما بيخسرش على أرضه في الكنفيدرالي؟ بالزرط فأعتقد أن دي ممكن تكون دفعة نفسية قوي بالتأكيد وكمان جمز أنا شايف مؤخرا بقى زكي جدا في تصريحاته في المؤتمرات الصحفية مبارح طلع في تصريح أثار جدل ولكن أنا شايفه نواة تصريح موفق نوعا ما بأنه قال نهضة بوركان فريق مميز ولكن الزمالك كنادي أكبر بكتير من نهضة بوركان وده خلى كابتن معين الشعبان المدير الفاني التراجي يعلق ويقول لا كان المفروض يحترم الزمالك لو هنرجع للمبارات الزهاب هنشوف أن كابتن أو جومز علق وقال في المؤتمر الصحفي أنا مزاكرهم كايس قوي وأعرف طريقة لعبهم وقاعد يتكلم فني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة كان بشكل غريب شوية أنت بتحرق أوراقك قبل المباراة في المؤتمر الصحفي وفعلا حصل أن كابتن معين غير طريقة لعب شوية بالنسبة لنهضة بوركان وفاجئ الزمالك ليطلع تاني مرة تانية جومز ويلعب حرب نفسية جديدة خلاص أنت لما تكلمت فنيا غيرت نفسك لأ أنا هتكلم بقى نفسيا بحث والزمالك نادي أكبر حل بقى الممور بتبقى حرب حرب نفسية بالتأكيد ننسى الأهلي وصنداونز كانت الحرب نباشية بينهم ازاي في مؤتمرات حرب التصريحات ولكن زي ما قلت لك أنا متفائل وإن شاء الله أهلي والزمالك أبطال وإن شاء الله نشوف السوبر الأفريقي مصري خالص إن شاء الله طيب توقعاتك لتشكيل نادي زمالك النهار والله يبص خط الدفاع ما فيهوش تغييرات كتير طبعا عواد في حرصة المرمى هنتكلم عمر جابر حسام عبد الميجيد المسلوسي وفتوح نص الملعب نوعا ما ممكن يحصل فيه تغيير دونجا أكيد موجود وبشكل أساسي هل شحاته هيبدأ؟ هل حمدي هيبدأ؟ ممكن الدفع بأوباما من أول مباراة بحيث أنه يكون أنت محتاج لعب بصير أو لعب عشرة يصنع لعبه ويخرجك من وراء الأدام بسهولة أكيد الأجنحة النحية دي زيزو والجزيري مهاجم صريح طبعا يا طرى سامسون اللي هي لعب أو شلبي أتمنى لو شلبي هيقدر بس هي برضو أنت لازم تشوف هو جاهز لأي نقطة هيقدر يديني تسعين ديئة ولا لأ وتسعين ديئة مهمة جدا لأن أنا ممكن أسجل هدف وأسجل التاني بس أستقبل هدف فده معناه أنه أنا تعديلت وهوصل لضربات الجزائب فأنا محتاج اللعيبة اللي تكمل معي الآخر ديئة فلو ما قدرش لو طبعا الحالة الفنية اللي شلبي ما تسمعش أنه يبدأ يكون بديل أحسن بس أعتقد أنه لازم يركز في نقطة الدفاع طبعا طبعا إحنا كنا شوفنا في مبارات الزهب كان فيه أخطاء بالجملة من الدفاع أنا كان من وجهة نظري أنه يلعب بتلاتة في خط الدفاع ولكن اختياراته في القائمة ما فيه غير مدافع واحد بديل عبد المجيد والمسلوسي وهو ياسر حمد أنا كنت شايف أن علاء لو كان داخل القائمة كان هيفرق ولكن هو تكلم وقال هو مش جاهز بس برضو خبرات علاء كانت قادرة على أن هي تبقى لها دور النهاردة في المباراة علاء لعب نهاية كونفدرالية قدام نهد الدركان وتوق باللقب مع الزمالك هو وزيزو فكان وجوده يمكن مهم ولكن طبعا هو قدر بالحالة الفنية للعيبة واختياراته فأنا تمنى نشوف النهاردة مباراة كبيرة بالنسبة للزمالك ويتوج إن شاء الله باللقب